يخشى من أنه أن يحصل ما حصل سنة الـ 2014 يعني سنة الـ 2014 إلى عدنا إلى ذلك الوقت نجد بأن العراق كان عنده طائرات حربية كان عنده طائرات هليكوبتر كان فيه دبابات كان فيه سيارات مدرعة، مسلحة كان عنده جيش نظامي كان بإمكانه يعني قديش 200 سيارة من قبل داعش ست طائرات، سبع طائرات هليكوبتر كان بإمكانها في ضدون ساعات قليلة القضاء على هذه الآليات تبع داعش والقضاء على كل الموجودين في تلك السيارات لذلك قد يحصل في العراق ما حصل في أفغانستان يعني ليس ذلك مستبعدا هناك انقسامات كبيرة في صفوف الشعب العراقي وجدنا مثلا عندما قرر مجلس النواب العراقي منفردا من قبل طائفة معينة واحدة أن يتخذ قرار بالطلب من الحكومة أن تطلب من الولايات المتحدة بسحب قواتها البرلمان قرر ذلك بغض النظر عن القوى السنية في العراق بغض النظر عن القوى الكرد في العراق فإذن هناك من يتخذ قرارات منفردة في العراق قد تتسبب بأزمة كما حصل في سنة 2004 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة